استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعى بدار يمام اليوم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله إثر عودته من المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بعد أن مثل سمو حفظه الله بترأس وفد دولة الكويت في اجتماع دورة الثانية والأربعين للمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عقدت في العاصمة الرياض حيث طلع سموه على نتائج القمة التي عكست عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين الدول وشعوب مجلس التعاون الخليجي والحرص على تعزيز التعاون الخليجي المشترك ووحدة الصف الخليجي تحقيقا للآمال وتطلعات المشهودة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة